كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا رسالة خطية إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتضمن دعوة سموه للمشاركة في أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابع والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل وقد قام بنقل الرسالة سعادة السيد محمد بن حمد صاجر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي له صباح اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي كما نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنهيان العربية المتحدة الشقيقة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات جلالته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق دوم التقدم والازدهار